هل اشتريتم منتج في موقع ايبي وبعد لحظة من شرائه لا تريدون المنتج وتريدون إلغاء الصفقة؟ إذن في هذا الفيديو سأريكم كيف يمكنكم إلغاء صفقة لمنتج اشتريتموه من تاجر في موقع ايبي بحالة شراء منتج من موقع ايبي وتريد إلغاء الصفقة حالا لعدة أسباب ممكن أنكم تندمتم على شراء المنتج أو أخطأتم بشراء المنتج الملائم عليكم أولا التوجه لماي ايبي تمرير الماوس على ماي ايبي الضغط على purchase history الموجودة هنا سأضغط عليها وفي هذه الصفحة سنرى قائمة المشتريات قائمة المنتجات التي اشتريناها وكما نرى في المربع orders نرى المنتج هذا الذي اشتريته ويمكنني الطلب من التاجر إلغاء هذه الصفقة كيف يمكنني فعل ذلك؟ سنضغط على more actions وكما نرى هنا ask to cancel order عند الضغط عليه ايبي يريد التأكد أننا حقا نريد إلغاء هذه الصفقة وسنضغط على تأشير هذه الصفقة ونريد إلغاء هذه الصفقة في هذه الحالة ايبي سيرسل رسالة للتاجر أنني غير معنى في هذه الصفقة وأريد إلغاءها هذه الحالة ستكون متوفرة فقط بحالة إذا التاجر لم يشحن المنتج بعد كيف يمكننا التأكد أن التاجر لم يشحن المنتج بعد؟ كما تعلمنا في الفيديوهات السابقة يوجد هذه العلامة علامة الحقيبة إذا كانت معلمة باللون الأصمر أي أنها قد شحنت أن هذا المنتج قد شحن وكما نرى عندما نمرر الماوس سيفتح لنا مربع ويكتب لنا not yet shipped أي أن هذا المنتج لم يشحن بعد ولكن بحالة تعليم هذا المربع باللون الأسود أي أن هذا المنتج قد شحن وستكون هناك عملية أخرى علينا فعلها سنتعلمها خلال هذا الفيديو إذن هذه الحالة ستكون متوفرة فقط بحالة إذا التاجر لم يشحن المنتج بعد عندما يشحن المنتج هذا التاجر هذه الإمكانية asks to cancel order لن تكون متوفرة هنا مهم الذكر الصفقة لن تلغى حالا على التاجر أن يوافق إلغاء الصفقة كما ذكرتم من قبل إيبي سيرسل رسالة للتاجر أنني أريد إلغاء الصفقة وعند موافقة التاجر لإلغاء الصفقة سيرجع المال لرصيدك بعد ثلاثة أيام وليس حالا أما بحالة شراء منتج والتاجر قد عرف أن المنتج قد شحن إليكم أي أن التاجر شحن المنتج إليكم في هذه الحالة عليكم اختيار الرابط return item وسيكون مبين هنا حاليا لن يتبين هنا لأنه لم يشحن المنتج بعد فسيكون مبين هنا return item تضغطون عليه وتطلبوا من التاجر إرجاء هذا المنتج إليه فبحالة إذا التاجر قد شحن المنتج إلينا ولا يمكنه إرجاعه إليه سنضطر لانتظار المنتج أن يصر إلينا وإرجاعه للتاجر وفقط عند وصول المنتج للتاجر سيرجع المال إليكم لذلك مهم الانتباه للمنتج الذي تشترونه وتفحصونه بدقة قبل شرائه تأكدوا من عنوان صفحة المبيعات للمنتج تأكدوا من وصف المنتج ليس فقط عليكم رؤية عنوان المنتج وعليكم النزول إلى تحت ورؤية مربع وصف المنتج أتمنى أنني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو وإذا لديكم أي استفسارات أخرى يمكنكم كتابتها تحت الفيديو وسأرد عليكم بأسرع وقت ممكن أيضا إذا يوجد لديكم أي موضوع تردونني أن أشرحه يخص في مجال البيع في موقع إيبي أو أمازون أو مجال الشراء أرجو الطلب مني من خلال التعليقات تحت الفيديو واعدكم أنني سأعلن فيديو عن الموضوع لا تنسوا أن تضغطوا اللايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيبي وأمازون أتمنى لكم النجاح سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو